اشتركوا في القناة لعب الروسي أكزينا إفريموفا الأخيرة حققت جولتين دون رد تفاصيلهما 6-4 و 6-2 في مباراة استغرقت ساعة و 23 دقيقة أما على مستوى الدكور فاللقب كان من نصيب اللاعب الفرنسي أوندريام شيش بعد تغلبه على المينزويلي إنياسيو باريسكا فعيدة جدا بمشاركتي في هذا الدوري الدولي هنا بالرباط حققت هدفي وهو الفوز باللقب رغم أن المباراة النهائية لم تكن سهلة في سنة سنة وزمين فاللقب جلي ريال أشهر أمريكي للمشاهدة ممسيو وحكرة وحكرة لفدراسة روالي مارككية من المتابعين من مجمزور من مباراة اليسرى في سنة في الأن أتضافة ملافقات الفنية لكن لا يمكنني أن تحب أصل على المنشف ولكن بالتأكد في الأن أني أفعلها فإنما كنت أتضافة المنشف لقد أشعر الأنجازي خلال هذا الأسبوع كما أن الكثير من الأعادة كانت أمور الأخبار والملاحب والجمهور كانت أجوة جيدة وفي مختلفة المنشفة أقل من أجدا 5-3 أو 3-7 وقد أسفتت في مجال وقد أتبعوا ميزة ومعيني وقد أتبعوا الناس دوري الرياضة الدرجة الرابعة الذي ينظم كل سنة تحت إشراف الجامعة الدولية لكرة المدربة بتعاون مع الجامعة الملكية المغربية للعبة عرف مشاركة أجود اللاعبين العالميين الشباب من القارات الخمسة علما أن الإقصائيات انطلقت يوم الخامس عشر من أكتوبر الجاري بمشاركة أربعة وستين لعباً ولعبتان النيفو الدوري كان مزيان وما كنا شعوين على هذا النفو هذا سورتو في هذا التورنوى الجيكات والحمد لله كلب الرياض ديما اللعابة الكبار تيجيوا لي ردزوشحال من اللعابة في الدوري هذا اللي دبا المصنفين ما بيننا أحسن عالميا والحمد لله الدوري كان نجح كبير الدوري كان مناسبة للاعتراف بمجهودات بعض الرياضيين والإعلاميين كما شكل فرصة لللاعبين المغرب الشباب للحصول على النقاط وتحسين ترتيبهم في التصنيف العالمي اشتركوا في القناة